سيد تناب شكري أرجع تاني أسأل سؤال الناس اللي هو عندي نموذج عشرة أولا ما هو نموذج عشرة؟ نموذج عشرة ده هو آخر محطة في التصالح بعد ما يتم الانتهاء من المعاينات السابقة وسداد الرسوم وتحقيق كل شروط التصالح باستلامه الاستمارة عشرة ونموذج عشرة يعتبر هو معا رخصة عن المساحة المتصالح عليها معا رخصة يعني معناها لو كان عنده رخصة ودي مخالف عليها بتضاف على الرخصة ولما كانش عنده رخصة بتكون استمارة عشرة بمثابة رخصة قابلة للتسجيل قابلة ان هو يروح ببنك ياخد عليها فلوس راحة نعقاري قابلة يتعامل عليها بكافة أشكال قانونية طب ما هو الناس بتقول انا مش عارف اعمل احلال وتجديد لا احلال وتجديد ده موضوع تاني ولا عارف عالي ولا عارف عامل اي حال لا لا ده في خلط باكت هل خليها نفرق استمارة عشرة تفقنا ان هي بمثابة رخصة وتقنين للمساحة اللي تمت بخالف عليها احلال وتجديد يعني ايه يعني منشأ مثلا في القرية اردي ودورين وهو عايز يعمل احلال وتجديد للخرصنات للمباني للوكات فبياخد رخصة لإحلال وتجديد اذا كان هو واخد مساحة تم تصالح عليها في عشرة بياخد رخصة احلال وتجديد على المنشأ كليا مشمولة بمساحة التصالح وهذا الامر واجب النفاذ يعني لو كان متخذ القرار في الوحدة المحلية بيرفضوا هذا الكلام ده مخالف للقانون لان حداك الوحد لان المساحة المتصالح عليها دي اذا كانت دي الطب فروف هي دي اخر نقطة معلاش عليها ده معناها ان المنشأ ده بالكامل قبل ان هو ياخد رخصة ايه احلال وتجديد لكن اللي حصل فعليا انه في القرى حصل نوع من انواع التعليمات الشفوية بتوقف استصدار ترخيص لحين لما نشوف هيحصل ايه ده نوع انواع التعليمات الشفوية بس ده مش مستند الى القانون مش قانون المصالحات بيقول انه بيعاد حصل لك على السمرة عشرة دي اخر محطة مش بطلوب منك حاجة تانية بعدك طيب بيعني زي ما قالت سيد الناب عشان بس نوضح للناس عندي ثلاث حالات النموذج عشرة بمثابة رخصة تكسب القطع او المكان اللي تم المخالف عليه تكسبه مركز قانوني كأنه رخصة مكتملة له صلاحيات التعامل كأنها رخصة مكتملة لما هيحب بيعمل احلال وتجديد بيعملها على كامل المبنى سواء كان بقى المخالفة دور تم تعليته على ادوار قائمة او من بداية التأسيس مسألة الموافقة ايضا على الاتفاعات ما لم يكن فيه مخالفة بعديه اه ما لم يكن فيه مخالفة حلس ما التصالح بنتكلم على انه تصالح كامل وعمل مخالفة دور تالت ساعتها مش هدي لخص ما هو التصالح تصالح كامل الاحدال والتجديد احدال كامل برخصة مختلفة باجراءات مختلفة الارتفاعات ايضا ليها ترخيص مختلفة يعني عشان بس نوضح للناس مش معنى ان انت معك نموذج عشرة انك تروح تعمل من نفسك احدال وتجديد او ترتفع بارتفاعات من غير ما تطلع الترخيص اللازمة لمسألة الاحدال والتجديد او الارتفاعات ده احنا برضو ان شاء الله هنتحدث في انه يكون موجود داخل القانون عشان نحسم الجدل بشكل مباشر لان طبعا كان فيه جدل كبير جدا حصل في مسألة نموذج عشرة هل يعتبر رخصة ولا ما يعتبرش رخصة نموذج عشرة هل يمكن المواطن من انه يستضر رخص الاحدال والتجديد ولا او انه يستضر رخص المتعلقة بالارتفاعات